حدثنا كثيرا في قناة زيوتيوب عن شباب بلوزداد بأنه أولا شباب بلوزداد هو ممثل الكرة الجزائرية تانيا كمتتبعين لشأن الرياضي وغيرين على الأحسن وكأحسن فريق فاربع عشر من خريق وكغيرين على الأندية الجزائرية تمثل الجزائر في المنافسة الإفريقية أيضا إحنا كمتتبعين كإعلامين مدى بينا دايما أكيد سأعطي لك الوقت مدى بينا دايما أنه نشوفوا شباب بلوزداد يعني ضمن فرقة نخبة الإفريقية أحسن فريق في أربع سنوات الأخيرة لم يكتب يعني تاريخ بل أعاد تاريخ من داره جديد شباب بلوزداد بإحرازه أربع بطولات إفريقية أو إن شاء الله كل يوم أربع بطولات محترفة لكرة القدم لم نشكك في الرئيس ولو في حبه للفريق لأنه أول مناصر للنادي وهو متعصب له وهو مناصر وفي تحدتنا وقلنا أن السيمهدي الأبعية الرئيس الحالي أكيد مناصر وفيه ومتعصب وأول من يتأثر للخسارة وأول من يفرح للفوز لكن لم يوفق لعدة أسباب ولعدة ضعف عزيز طالبي أنت مقرب من أخبار بين شباب بلوزد لو تعلم بأن الإدارة السابقة لازال تمتلك يعني الطابع الخاص بالناديب هو لوكاشي تصور أن الإدارة السابقة لفريق شباب بلوزد يا إبراهيم أنها لازال تمتلك لوكاشي الفريق وستعملوا لأغراض أخرى وإدارة مدار قامت بفتح تحقيق أولا وتلين حول التدقيق المالي يعني لوديت انطلقت حول الإدارة السابقة لوجود تغارات وخرقات مالية هذه لابد أن نذكرها إبراهيم وأنت تعلم أيضا أن هناك أيضا إبراهيم من بين الإدارة السابقة هذه هناك أشخاص من أجل تشويش على الإدارة الحالية قامت بإنشاء بعض الصفحات من أجل تدوير الجمهور تمحلي فقط على الرئيس هذه على بلقبلي أيضا تحدث لابد أيضا أنه راعي هذه الضروح طلنا بلي أنه سي مهدي راحي ما مشاتلوش الأمور لكن بعض الأمور اللي ما مشاتلوش ولا اللي يخلط فيها ولا اللي تجاوزته لوجود عدة أمور تعمل دبوتها لابد أنا أقول للمحسيني أحسد وللمسياسات وإحنا ما عندنا حتى مصلحة لا مع مهدي راحي ولا مع أي شخص الحمد لله